الربط بالرسكان اول شي منفتح الاسكانين الموجودين عندي منشيل اول شي الريجستر المعمول على الاسكانات ودخل على TPL وحسوف كل النقاط الموجودة بعدين نفتح الاسكان الاول 2D نفتح الاسكان الثاني كمان 2D وحسوف كل النقاط الموجودة بعدين نفتح الاسكان الاسكان نفتح الاسكان الاسكان نبحث عن المنطقة المشتركة اول شي بالمساح نلاحظ هذا المبنى هنا جزء الهني هو نفسه هذا جزء الهون هو نفسه هذا جزء الهون هو نفسه هذا كبه ابدأ عملية الزرع طابق الاول هون هين نقطع هين نقطع هون هين نقطع هون 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 بحاول اكتر النقاط نشانا نتدنمي لدي هي المتشخبه ادعى لديهم بعض الوحصان أول عمود إناره نحف المبنى أحاول أوزع النقاط النقاط لا يعمل ستوي واحد بعد ما خلص زرع النقاط بعمل على الأول إن هو مبدأ بفتح TBL الثاني وبعمل Find النقاط بفعل تشك عالسادس بختار 3.5.5 بعمل Start طلعني الدقة 0.1848 نرجع بعمل له 0.3 0.3 0.5 0.2 دقة 3 معي 0.5 اختر برجع هده اول حاله بيختر لي بس بألا العدد من وضعه مثلا او بعيفه نفسه quals هEDA هو الربط تناني코 موافقت لحتى نطالع قيمة افضل نرجع نكبوس فاين نحدد على النموذج بعمله مثلا ثلاثة وصفر فاصل اثنين بعمل ستار طلع معي اثنان سنصيب اذا كان قبل شوي ثمنتاش عملت نيكست طلع معي عشر سناطي خلاص اعتمده موافق لحتى اتأكد انه شغلي صح بفتح النموذجين بشكل سلاشي البعض هذا النموذج الاول مثلا اشحب النموذج الثاني فهو كمان اعمل له الالوانه العادية ما ياخده ثرو كالور ملاشي بعطي لون للنموذجين الاسكانز هون مثلا هاي بعملها لون اغضر وهي الابياض مثلا بعطيها غير لون وضغط عليها لاحظ موئي الليب معي وضغطة امتازي لاحظ موئي الليب معي لانه هو المسموح طالع سنطي طالع ما يعمل سنطي هذا المبنى حلا بدنا نسحب الالوان للنموذج اختار كلا المواقع موافق اختار كل المواقع موافق اختار كل المواقع موافق موافق على السكان الاول موافق الزر يمين موافق موافق على السكان التاني كمان ايضا موافق 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 و الملصد موافق ثم وهيك بيكون انتهى الدرس والله تكون لعافية